بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وحياكم الله في مقرر مصطلح الحديث 3 المرموز له بالرمز 233 وهو من متطلبات برنامج أصول الدين قسم السنة وعلومها في كلية الشريعة جامعة الملك خالد نبدأ بإذن الله بالدرس الأول في هذا المقرر وعنوان هذا الدرس الحديث القدسي فنبدأ بتعريف الحديث القدسي لغة فنقول في تعريفه في اللغة القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى أما اصطلاحا فهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل بناء على هذا التعريف سنتعرض للفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي أن القرآن لفظه ومعناه من الله والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الثاني أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته أما الفرق الثالث فالقرآن الكريم يشترط في ثبوته التواتر والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر بالنسبة لعدد الأحاديث القدسية لا تعد الأحاديث القدسية كثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية كلها فقد يصل عددها إلى حوالي مئتي حديث أو يزيد قليلا عن هذا العدد مثال على الحديث القدسي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث صيغ رواية الحديث القدسي له صيغتان يروى بأيهما شاء الصيغة الأولى أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أما الصيغة الثانية أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أشهر المصنفات في الأحاديث القدسية كتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي وقد جمع في كتابه هذا حوالي 272 حديثا قدسيا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم